حاسك كأني نصابة بغضع الناس بأوهام بحاجة مش حقيقية طب خلاص اهدى يا بنتي مفيش داعي منها الشغلانة دي طالما مش مرتحلة يا أستاذ عاصم أنا حاوزي أبقى دكتورة أكشف عن الناس أخفف قلمهم أوعيدك يا سلوى إن أنا مش هاهمت اللي ما شوف لك مستشفى هيلة تحقق فيها كل اللي أنت عايزاني وأنا حاسب لك الموضوع ده يا ماتي بس خليني أنا أتفق مع صاحب المستشفى عشان أجيب لها أحسن أتفق مرسي مرسي قوي يا أستاذ عاصم طب يا بابا عالإذنك عشان هوصل سلوى بعد كده عندي معاد مهمة قوي في الهرم في الهرم؟ هرم إيه؟ آآ أصلي في دكتورة بنت حلال أمورة جدا قدتني معاد جنب خوفه آآ هي الحكاية كده؟ طب يا سيدي مع السلامة مع السلامة يا دكتورة مع السلامة يا ريت يا ما تكون من نصيبك بنت حلال وممكن تكون زوجة صالحة مرسي مرسي ألو؟ أيوة يا ألفد بقولك إيه؟ الشوكة كان عندي هنا وأنا بحذرك إنك تعملي أي حاجة من اللي قالك عليها أبويا مش مزخرة يا ست هانم بينك وبين ابن خالك ولو خصل الكلام ده بطل بقى يا عاصم واسمعني كويس أبوك بيغرب فعلا ده طلب مني شخصياً أتوسطله عند الدكتورة سلوة عشان يتجوزها أيوة الموضوع جد فعلاً يعني طلعنا من حفرة وقعنا في مطب ايه؟ بتقول ايه؟ مادي عاوزها؟ هي ايه حكاية البنت دي؟ ايه؟ ايه؟ مش انت اسمك سلوة؟ صدق ده حاجة غريبة فعلاً وانت اسمك حامل اه؟ صح؟ من العدول لك يا مادي طب احنا بقى هنكتب فكروت انتها عدت عادي لو لو مادي ولا هنكتب سلوة عم حامل عادي يعني ياه بالسرعة دي؟ انت نسيبه بكل ايه؟ ايه قال ايه؟ قال لي ما تزدق يموش مساء الخير يا سعدت بيه اهلاً اهلاً يا عاصم باشا او ظن كده تبقى مبلوعة يا سيد انا حبيت اشكرك على رعايتك لبنت الدكتورة سلوة واهتمامك كمان لما ابن حتى امتهى ياهد الفضائح حد قالوكوا ان انا تهد معقولة ده شرف عظيم لي ان اتعرف على عيل عريقة زي عيلة الغرباوي لا لا يا باشا ما عنديش مانع ابداً ايه ده؟ انت بتقول ايه؟ اه طبعاً بس الحقيقة عندي ظروف كده يمكن تبقى بكرة اه لا في مركب ايطالي جايب بضايا عليها حتنزل في المينة في اسكندرية والمفروضة بقى هناك على العموم انا لو خلصت بدريا حالحقكم على العزبة اه طبعاً ممكن قوي نتعاون مع بعض انا ممكن اصدرلك جميع اللحوم بتاعتك لاوروبا اه اوكي يا عاصمبي حنتقابل قريب ان شاء الله مع السلامة ياه وقعت قلبي في رجلية اعملوا حسابكم انتو التلاتة هتروحوا بكرة العزبة للغربابو وفاهم ابنك السازك ده ان اسمي عبدربو هاو يا جماعة تب افردوا حد شاف البطاقة بتاعتي لا اسمي بهجد يا سيدة ما تاخدش معاك اوراق خالص بابا انا عايز افهم حاجة انت زاي بتجيب القدرة انك تجدب السوق سوري فوقي ايه انت بقى عشوان انا اصدق ايه انا غربي اضرب عصبوريم لحجر واحد اول هام سلوى لو كانت بنتي ناهت صحيح لا يمكن حتوافق او تقبل مهما اغرتها بالمال والاملاك طبعا لا يمكن تتجاوز بالده تاني هام ان انا ابعد نظر الفت وعاصم عنها واوفر لها الحماية قد ما اقدر لحد ما الحقيقة بان ربنا كميلك بعقلك يا عمي خد يا حبيبتي خلي دول معاك ايه دول يا مهما؟ شاهد الفنادك الاصلي مؤهلك الدراسي باسم العيلة مش باللقبه بس والبطاعة العائلية بتاعت ابوك معنا ايه اتكلمتا؟ ماهليش يا حبيبتي ماهليش بعدين هتعرفي يلا يلا عميليل كمي اهلا 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 يا ماد اهلا يا اومكي اهلا يا اومكي افضل افضل شوف يا مادي انا عايزك تدي البابا صورة الفاكس ده ده من شركة توزيع اغذية في فرنسا واو ده عرض اسعار عرض اسعار خاص بشركات لحمر الغرباوي وفيه كل الاسعار ادي البابا لو وافق على الاسعار ده تبعت لهم فاكس بانه موافق وانا حارب بعد كده منهم الكميات المطلوبة عملك اللي اتفقنا عليه خبر هايل يا بابا سلوة هتيجي النهار ده هيا ومامتها وباباها واخوها وغمين اللة بيتكلم جال امام هوا انا هديلي بال غير لما خليت عاصم يروح يعزمهم بنفسه يعني جايين النهار ده لو مش مصدقني كلها ساعة ولا اتنين ولا تلاتة وتلاقيهم واصد عينك ها؟ ليه الحلوى بقا ولا لا؟ ايهوة مصدع الحلويات بحاله بقولك ايه امال النهاردة ان شاء الله ينضبح عجل ولا خرفين ما تحملش هم ضيوفك اني نويا ان شاء الله ارحب بهم على مزاجي ايه ايه اني بديك الساعة لما عروس تسيد البلد اني بنفسي ارحب بيه مكفياك بقى يا ماما ولا انسي غاوي لان انت حانا يدمي على الصبح ولا رأفت بيه ايه رايح فين رايح على المزرعة وانا ليه متوى غيرها يا جدي طيب اسبع بقى ام اقولك مرة تانية ما تنفعلش اقوي كده كل ما نجيب سيرة سلوى وإلا مش هيحصل لك طيب ايه يا رأفت اصلي سلوى هتبقى ست البيت الجديدة اطميني يا تانت اطميني يا جدي اما تيجي ان شاء الله هبقى لا يا ستي ما هولي تتجوز جدي اقول لا يا ستي على طول طيب بش ما تقاطعش جايز ما يوفقوش ده مين ده ده لما يجوا يشوفوا العزة والفخفخة دي كلها مش ممكن ابدا يرفضوا ترجمة نانسي قنقر